ذاتي خلينا نروح مع حضراتكم لا لعب أو رياضة اسمها رياضة الكبادي دي رياضة جماعية مشهورة جدا في جنوب بشارة أسيا كانت انطلاقتها الأولى في دولة الهند وتعتبر رياضة جماهرية أو الشعبية كمان في الهند لأنها مش محتاجة أدوات أو ملاب خاصة لكنها بتحتاج لقوة بدنية ولياقة ونافس طويل ده حقيقي لأن اللياقة تحديدا مطلوبة عشان هي ميكس ما بين أو خليط ما بين الرجبي أو كمان المصارع وبتعتبر رياضة تنافسية لتعليم النشأ تحديدا والشباب القوة وروح المنفسة علشان كده وزارة الشباب والرياضة أطلقت المشروع القومي لنشر لعبة الكبادي بين تلميذ المدارس تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من هذا التقرير الكبادي رياضة جماعية انطلقت شهرتها في جنوب شرق قارة أسيا وتحديدا في دولة الهند ويطلق عليها رياضة الجماهير بسبب بساطتها وعدم حاجتها لأي أدوات أو ملاعب خاصة لعبة الكبادي خاليط بين المصارع والرقب وتحتاج إلى قوة بدنية ولياقة ونفس طويل وتناغم عضلي مع سرعة رد الفعل في نفس الوقت فهي تعتبر رياضة تنافسية تعلم النشأ والشباب القوة وروح المنافسة وهو ما جعل وزارة الشباب والرياضة تعمل على نشر لعبة في مصر من خلال انطلاق المشروع القومي لنشر لعبة الكبادي لتلميذ المدارس بالتعاون مع مدرية الشباب والرياضة بالدقهلية والاتحاد المصري للكبادي تحت شعار كبادي المدارس المصرية وتم الاعلان عن المشروع الشهر الماضي من خلال مدرية الشباب والرياضة في هذه المحافظة طبقا لشروط ومواصفات محددة وتم الاختيار المبدئي لللاعبين المستهدفين ثم تم الاختيار النهائي من خلال لجنة فنية للمشروع تتضمن مجموعة اختبارات لقياس عناصر الياقة البدنية الأساسية وقد تم عمل الاختبارات اللازمة على أن يكون قوام كل فريق 12 تلميذ أساسيا بالإضافة إلى ثلاث احتياط هدف هذا المشروع هو نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الموارسة من الناشئين وسوف يتم تنفيذ المشروع على مدار سبعة أشهر يتم فيها التدريب على المهارات الأساسية لللعبة وتنفيذ لقاءات مجمع بين المراكز ببعضها البعض بالإضافة إلى إعداد لقاءات تنافسية مع الفرق بالأندية الأخرى اشتركوا في القناة